اشتركوا في القناة 18 جنوبي 2022 ان الدراسات التي قامت بها دائرته الوزارية مع الشريك الالماني لتقييم امكانيات انتاج الهيدروجين الاخضر في البلاد اشارت الى ان الجزائر ستؤدي دورا مهما في الانتاج وتصدير هذه النوعية لهي الهيدروجين استنادا لمقوماتها الكبيرة من الطاقة النظيفة على غرار الطاقة الشمسية او طاقة الرياح زيادة على قنوات الغاز الرابطة باوروبا والخبرة التي تتمتع بها في انتاج الغاز الطبيعي وتسويقه وهذا ما يفسر حسب قوله التقارب الالماني للشراكة مع الجزائر علما بان المانيا ستعتمد بشكل كبير على الهيدروجين الاخضر من اجل تحقيق اهداف محايدة الكربون في سنة 2050 وافاد بن عدو ان السيارات الكهربائية تمثل تحديا للجزائر لان اغلب الدول الكبرى المصنعة للسيارات تتجه نحو وتعميم هذا النوع مما يجب علينا اعداد الاستراتيجيات الملائمة لهذا التحول وهذا ما يمثل ايضا احدى ركائز مخطط عمل الوزارة حيث ستعمل الجزائر على تشجيع استراض السيارات الكهربائية من مختلف الدول خاصة السيارات الاوروبية الرائدة في هذا المجال سلام شكرا لكم